اشتركوا في القناة وقبل لا ابدي بالقصة ما اليوم راح اخذ اسم احد المتابعين اليه وهو اللي طلب من عندي هذا الشي واسمه احمد حيدر حسن وهو اللي طلب مني طبعا هذا الشي انه واني اذكر اسمه بالقصة لكن قبل لا اذكر اسمه بالقصة وقبل لا ابدي بالقصة اريد منعدكم ان تترحمون على ابو وعلى امه المتوفين ويلا نبدي بقصتنا لليوم اسمي احمد وعدنا بيت قديم كنا نعيش بياني ووالدي ووالدتي قبل ما تتوفى لكن لما نتوفى والدتي هنا تغير الحال ويجا عمي وسكن ويانا طبعا والدي كانت حالة المادية جيدة يعني عدنا هذا البيت وعدنا سيارة وعدنا محل صح ومو بقس منه لكن يعني والدي قاعد بهذا المحل وامورنا تمام لكن بعد فترة من الزمن شاء القدر ان والدي يتوفى لما نتوفى والدي هنا نقلبة كل الموازين ومريت بحزن شديد علي المدة سنة كاملة وبعد السنة خلص لازم انا هم اشوف حالي ولازم ما اضل قاعد ومعتكف جنت ابد نهائيا يعني ما علي واهس بايشي لان فقدت امي وفقدت والدي وهذا الشي جدا اثر علي لكن حسيت على حالي وعلى اشياء اللي جاي يسويها كلها غلط والعمر جاي تقدم وباوعت على نفسي لقيت عمري 28 سنة واني لا جاي اشتغل وما افكر بمصيري ابدا رحت فتحت المحل ما الوالدي اللي تركه الي لكن المهنة اللي كان يشتغلها والدي كانت مهنة صعبة علي واني نهائيا ما اعرف بيها وهي مهنة العطارة يعني انبيع اشياء بهذا المحل عديدة واني حتى اسمائها ما اعرفها وعلاجات طبية يعني العلاجات النبوية والطب البديل شنة انا نهائيا ما اعرف بيها فقعدت بيه فترة من الزمن لكن ما قدرت يعني لا افيد نفسي ولا افيد العالم اللي جاي تجيني صرفت الغراض كلها اللي موجودة بالمحل وسلمت المحل لصاحبة وهنا ونا كنا خالصين انا ويا يعني لا يطلبني ولا يطلب والدي ولا انا اطلبه وبعدها فترة اشتغلت باحد الشركات اشتغلت باحد الشركات وشنت مرتاح بالعمل لأن خلوني على المحاسبة يعني شغلة لا بيها حمالة ولا اشيل اشياء ولا احط اشياء مجرد انه احسب اشياء اللي تطلب للشركة واللي تطلع من الشركة وكانت هاي الشركة تبعد عن بيتي ما يقارب ساعتين ونص وشنت اروح بالسيارة اللي عافها الي والدي استمرت سنة كاملة اشتغل بيها وعمي قاعد بالبيت اللي هو اصلا هذا البيت باسمي وبعدها بفترة قام يحكي يا عمي على البيت ويسألني عليه ويقول لي انت هم الاكنية مثلا تبيع البيت او شي فقيت لعمي حتيني انت شون اللي تريده قال لي اذا تبيع البيت انا اخذه وانت مثل ما تعرف هذا البيت صغير وقديم جدا وميسوى واني هم عمك وتدري بيها ما عندي فالمهم توصلت انا بحل وسط وبعت له البيت لان اصلا هاي المنطقة انا ما اقدر اضل قاعد بيها لان كانت مثلا ما بيها يعني محلات ولا بيها يعني معامل ولا بيها اي شي واني بعدين انه جاي اشتغل بمكان ثاني فقررت انه ابيع البيت واخذ فلوسه وعدنا قطعة ارض قلت ابنيها لي واقعد بيها وبعد ما بعت البيت العمي اهنا انا وعمي صرنا خالصين هو اشتر البيت من عندي واني اصلا ما قمت اجل البيت اغلب الوقت مالتي اقضي بالمعمل حتى كانت ابات بالمعمل وبأحد العطل قررت انه اروح للارض اللي عافلياها والدي واشوف مساحتها زيان واشوف شور راح اقدار ابنيها راح اتنهناك عليها ولقيت هاي المنطقة اللي بيها الارض كانت منطقة يعني خالية من السكان تقريبا وبيها بيوتين عدن والمنطقة مو مناسبة انه انا اعيش بيها كانت هم بعيدة عالشغل ماتي عرضت قطعة الارض هم للبيع وورا فترة خابرني احد مكاتب اللي انا عارض يمه القطعة وقال لي اكو مشتري عليها واتفقنا على مبلغ واخدته وصار عندي مبلغ جيد اقدر اشتري بيه بيت بهاي المنطقة اللي انا جاي اشتغل بيها وبديت ابحث على بيت لكن كانت البيوت جدا غالية وعرفت بنفسي انه انا غلطت غلط شبير لما انبعت البيت ذاك العمي على اقل كان ذاك البيت انه والدي ووالدتي يعني كانوا بيه بيه ذكريات حلوة انه ودورته هواية وسئلت على بيت وما لقيت وظليت مستمر بالعمل ماتي فترة طويلة جدا يوم من الايام خابرني عمي وقال لي بس يصير عندك مجال اريدك تجيني عندي موضوع وياك جدا مهم ولما لجدت العطلة ماتي رحت العمي للبيت ورحت العمي على وقت غده واتغديت يمه وبعدها فاتحني بالموضوع قلت لي ابشر وشن اللي رايدي من عندي قل لي انا ما رايدي لك غير بس الخير انت ليش ما تزوج ضليت صافن علي وقلت لي انت خابرتني وخليتني اجيك وتقول لي موضوع مهم وهس جاي تقول لي اتزوج انا لحد الان ما سويت كل شي بحياتي ولحد الان ما خطيت ولا خطوة قل لي انت بعت البيت اللي وبعت القطعة ما للارض وعندك فلوس اخذ لك بيت صغير اخذ لك شقة صغيرة واسكن بها وخلص انت سجاي تشتغل وخلص العمر جاي تقدم يعني لازم تتزوج قلت لي خلص الله ويدك شوف لي مرأة وانا اتزوجها قل لي المرأة موجودة واكيد راحت عجبك وهس لا تريد اشوفك اياها ظليت صافون قلت لي وانا هاي المرأة اللي هس شوفنيها قل لي احلام قل لي احلام منه قل لي احلام اخذ زوجتي ارص غيرة تذكرها ظليت يعني صافون ما اتذكرها وما شايفها قلت لي تمام يعني اتزوجها بس خلي اشوفها على اقل طبعا صاح على زوجتي ودخلت علينا وسلمت علي وقللها شوفي احلام وفتحت التليفون مالتها وشوفتني البنية اختها كانت جدا جميلة طبعا ضحكت وقل لي خلص يعني نتوكل ونروح عليهم يوم من الايام قلت لي لا اشوف بيت يلا اروح عليهم وصدق عفته ورحت ولما رحت استمرت بالشغل وشان يومية خابرني ويقول لي ها فكرت بالموضوع رد لي الجواب ترى ينتظرون من عندي جواب قلت لي يعني بعدني لا خاطب ولا نطيت كلمة يردون من عندك الجواب قل لي انا ما رايد بن عندك شي انا ريد اعمل لك مستقبلك ولازم الواحد بيني يتزوج قلت لي تمام خلي اشوف بيت قل لي اخذ اجازة ودور لك بيت اللي يعجبك او تجي هنا للمنطقة قلت لي لا المنطقة هاي ما اسكم بيها نهائيا انا شغل هناك جدا مرتاح بي وشنت كل شهرين ثلاثة يعني ينطوني راتب ازيد وازيد لان شنت مش تهد بهذا العمل نزلت يوم من الايام ادور على بيت وصدق لقيت بيت عن طريق احد المكاتب ورحت علي وشفته البيت كان جدا شبير وضخم والمبلغ اللي عندي يكفي ويزود من عنده لكن البيت محتاج بعض ترميمات ويعني بعض تصليحات ودخلت للبيت وشفته البيت عجبني لكن كان موحش بصورة يعني غريبة جدا يمكن كان قديم وافقت علي واشتريته ودفعت نص المبلغ ولما يتحول باسمي ادفع النص الثاني ومشيت بهذه الاجراءات وصار البيت الية بس لحد لان ما قعدت بيه نهايين وحتى كان بيه اثاث يعني موجود قال لولي هذا تاخذي لك هدية تريد تشو مرة تريد تخليه بكيفك طبعا الاثاث كان زين ومو زين يعني ما عرف قال لولي هذا البيت كان يتأجر بين فترة وفترة وبسبب المؤجرين هو هي صار شكله ياه اللي يجي ما يعتني بيه عدهم اطفال يكتبون على الحيطان يخربون بيه اشياء قلت خلص انا راح اقوم اباشر اجيب عمال ويرتبون البيت وقمت كل عطلة ااخذ عمال وخليهم رتبولي شوية بالبيت الحد ما كملت البيت كله وشو مرت نصه الاثاث اللي انطوني ويا البيت وخليت بس الاشياء اللي تفيدني بالبيت وعمي كان ما موافق عليه ويقول لي هذا البيت قديم من خبرته وقلت للبيت كمل واجه شافه لما هو كامل اتفاجئ بي قل لي رجع البيت جديد وصدق حلو يعني تشوف الخير علي وتتهنى بي بس بعد خلص لازم نفرح بيك ونزوجك قلت له هس امنت وخلص شو وقت ما تريد انت اختار الموعد اخذ موعد الموعد وانا راح اكون جاهز اليك وهايا كانت يعني يمكن ليلتي الاولى انا ابات بالبيت وما عندي احد يعني بس انا اللي راح ابات بي وراح عمي البيت وانا رجعت البيت بالليل رجعت البيت بالليل ودخلت وسدّت الباب والامر كان جدا طبيعي لكن لما نميت هحس انه البيت اضوية وكامل لكن البيت موحش وانا نايم سمحت طقطقة غريبة خارج البيت يعني تقدرون تقولون ورا البيت خفت طبعا وقمت دورت بالبيت كلها ما لقيت اي احد وبعد هقيت احتمال انا اتشي وحدي احتمال اكو برا قطط جعت نمت وعدت الليلة الاولى طبيعية جدا والليلة الثانية بتتبيه ونفس الشي هم اصوات اسمع لكن هالمرة ازيت اسمع الاصوات هاي داخل البيت وتحديدا بالحمام وبالمطبخ هذن المكانية انشان يطلع من عدهن الصوت وهم عدت هاي الليلة ووراها خابرني عمي وقال لي اخذت لك موعد على الخميس الجاي والخميس الجاي يعني بعد يومين وندخل بالخميس يعني أنا لازم اروح عليه قال لي لازم انت تيجي شوية من وقت لان احنا نروح عليهم الساعة بالستة العصر قلت لها موافق ولما اجه اليوم اللي انا لازم اروح به عليهم اللي هو الخميس يعني طلعت تقريبا الساعة بالداعش الصبح وروح اترتبت نفسي بالحلاق واخدت هدوم جدد ورجعت للبيت رجعت للبيت للحمام وضبطت نفسي تقريبا على الساعة وانا جاي رتب بنفسي اشتميت ريحة بالبيت مع الحريق اتفاجئت يعني عبالك فتشي كان يحترق وانا جنت بالممر بعدها رجعت للغرفة لانا الريحة جاية من الغرفة اللي انام بها اتفاجئت بنار صغيرة جدا مشتعلة على السجادة الموجودة يعني داخل الغرفة كأنه شخص جاب جمر وخلا لانا النار على شكل دائر وبعدها النار وحدها انخمدت رح اتجبت مين من المطبخ وطفيت المكان قالي لا ادخن لا اشرب مثل الارقيلة ما اشرب اي شي منين اجي هذا الحريق ما ادري ظلت صاف وبعدها قلت خلص رح اتأخر على الموعد تركت البيت وطلعت تركت البيت وطلعت ورحت والحد ما وصلت يعني بيت عمي اخذنا عمي وشنا فرحانين وانو احنا بس رايحين علي والشغلة مدروسة يعني فرحنا هناك وقعدنا وسولفنا بالموضوع بعدين قالوا خليت اجي لبنية تشوفها مع العلم لبنية اصلا شايفتني بالتلفون واكيد تعرفني فاول ما اجدتي قدام الموجودين كلهم انصدمنا كلنا واحد بهم قلت لهم ما اريده وما ازوجه لش هو هذا شنو وجاي بيلي الصراحة من كلامها انصدمت صدمت عمري شنو هذي الكلام اللي جاي تقوله علي ظليت اباوع وما اعرف شا سوي وقمت وقفت ومباشرة طلعت من البيت من الخجلة مات وظليت واقف يم السيارة ولحقني عمي وقال لي لازم اكسوء تفاهم بالموضوع خلص اذا تريد انتروح وانا اشوف شنو وبعدين اخابرك قلت لا تخابرني ولا اي شي خلص انسى الموضوع واعتبره ما صار ورجعت البيتي لكن طول الطريق وانا جاي امشي احس احساس غريب جدا ما اعرف شنو ليش صار وياي افكر انو انا بيا شي ما يعجب انزل حتى المرايا وعلى شكلي وليش حجت هذا الكلام علي البنية والغريب محد ردها بديش الساعة نهائيا ووصلت بيتي على الساعة تسعة تقريبا واني قاعد بالبيت اتصل علي عمي وقال لي وقال لي خلاص احسبها علي وبنات الحلال هواي وبنات مدر شنو انا شوف لك قلت لعمي انسى الموضوع اصلا انا ما اريد اتزوج حس بس قلت خلاص ابني ومن طرفك وانا صدق عمري تقدم وكبرت ويعني لازم اتزوج قلت لها خلاص انسى الموضوع قل لي يعني ما زعلان قلت لوليش ازعل خلاص هي قسمة ونصيب ومو قسمتي سد التلفون من عندي واول ما سد التلفون من عندي سمعت صوت ضحكة وما المرة جاية من المطبخ بصورة مو طبيعية داخل البيت ومتأكد منها واول ما سمعت هاي الضحكة شعر جسمي كله وقف وانفزعت ورحت باتجاه المطبخ امشي على كيف وبحذر باوعت على المطبخ ما لقيت اي احد موجود بالمطبخ قلت انا اكيد انه جاية هلوس وما موجود شي بالبيت ضليت واقف شوية بالمطبخ ورجعت للغرفة وماتي قعدت شوية على السرير ضليت العب بالتلفون وورا هنا عسيت ونمت ولما نمت وغفيت همش تميت ريحة نار مرة ثانية بالبيت قمت اردشوف وان هاي النار الموجودة بالبيت ماتي وهنا ذكرت النار اللي صارت قبلها والسجادة اللي احترقت اول ما فتحت الباب مع الغرفة انصدمت بالمنظر اللي شفته السجادة مع الممر محترقة لكن هالمرة الحرق اكبر وانا جاي يباوع على هاي يعني النار الموجودة لكن شارت يعني النار مت ننتشر يعني خلاص بس دائرة ومحروقة وروح اجيبت مي وكبيت عليها خفت انه تشتعل ازيد وازيد وانا جاي طفو بيها اجتميت مرة ثانية باوعيت شفت نار موجودة بالصالة دخلت للصالة لقيت احد الكنبات جاي يشتعل بالنار وطفيته وقرأت البيت بي شي وهنانا ما استبعدت الجن انه موجودين ويايا بالبيت وهذا الشي خلاني ارتعب وخاف وقررت انه هاني ثاني يوم اروح اسأل شخص يعرف بهاي الامور او شيخ والصباح ثاني يوم رحت على شخص وحجيت له على الحال اللي صارت عندي بالبيت قل لي انت تقدر هسا نروح للبيت لو مشغول قلت له لا الروح ما عندي اي شي وراح وقال للبيت ودخل وشاف شون النار بقى ماكن متفرقة قل لي باوع ابني النار مستحيل يقدر يشعلها الجن والنار هاي صير بفعل فاعل قلت له بس انا متأكد ما موجود احد يهاي بالبيت والنار اللي صارت واني موجود وواقف احترقت هاي وبعدين اشتميت ريحها وشفت وضوما للنار ودخلت ولقيت الكنبة جاي تشتعل قل لي ما اعرف بس انصحك حط كاميرات ببيتك وصدق مباشرة اول ما طلع من هم الشيخ ما رحت للشغل ماتي رحت على ناس يشدون كاميرات ورحت جبت كاميرات خارج البيت وداخل البيت امنت البيت كله بالكاميرات واستمروا تقريبا ما يقارب السساعات هم يشتغلون بيهن تقريبا يعني ذاك الوقت ما خلصوا يمكن الا الساعة بالعشرة بالليل وحاسبتهم وشتغلوا وقلوا لي انه تقدر تربطهم على التليفون وتقدر كذا وبيهن جهاز قلت لهم خلص النار واجيت ونمت ولما نمت اشتعلت نار عندي بالبيت وبالمطبخ وشارت النار هالمرة قوية ومشتعلة يعني السجادة او الزولية شا سموها بلغتكم تقريبا نص من عده لكن النار ما تنتشر يعني بس اروح ما اشوف انه النار مشتعلة وتسعر لا القى بس حرك كأنه جمر ومحطوط على المكان رحت وراجعت الكاميرات لكن ما موجود اي شخص والنار ما ظهرت بالكاميرا نهائيا بس موجودة وإلا انا اجيت وصرت فوق المكان يلا قامت تظهر اكو سواد موجود على الزولية اللي موجودة بالمطبخ وورا ما طفتها رجعت للغرفة ماتي وظليت قاعد على السرير وافكر شن اللي موجود عندي بالبيت هل صدق دولة جن ظليت افكر من الموضوع وشوية شوية غفيت وثاني يوم اول ما قعدت هما رحت للشغل هالمرة رحت الشخص روحاني يعني يقول انا روحاني وانا اعرف بهاي الامور وهذا الشخص يعني تعرفت عن طريق واحد عنه رحت عليه وحجيت للموضوع كله قل لي لا الجن يقدرون يشعلون وهنا صار عنده اختلاط بالرأي واحد يقول لي ما يقدرون واحد يقول لي يقدرون كل شي يسوون وهنا انا اتهيت بين اثنين قلت له هسان اللي اريده ما اريد احد يجي يسوه شي ببيتي تقدر تجي وتشوف لي جين اي شي كان شي ثاني انا ما اخاف من عدهم نهائيا قال لي خلص نروح للبيت ورحنا هان ويا للبيت وبعدها قال لي عندك ملح بالبيت قلت لأي طلعت للملح الموجود وبدأ يرش بالأركان وما البيت كلها من عندي حتى خل وبدأ يرش بكل مكان بالبيت ويقرأ شي من القرآن وكلمات انا اول مرة اسمعها وقل لي خلص البيت ماتك تحصن والبيت ماتك تحصن بجن ونوع الجن هذا يعني قوي جدا ويمكن تحصن هذا البيت قبلك وحب يقول لك انه هاني موجود وانت غادر البيت بس بعد ما تحصن البيت ما رح يصير ليك اي شي واليوم رح تنام وانت مرتاح واجه الليل وتحديدا على الساعة 12 ويا ريت ما جبت هذا الشخص للبيت لان انا قاعد بالغرفة سمعت دق على الباب والحمام جدا قوي كأنه انا حابس شخص جوه ويريد يطلح وبعدها الصوت انتقل على باب ثاني من احد الغرف الفارغة الموجودة وبعدها انتقل الصوت للغرف ويا ماتي ومعشيكم كمية الرعب والخوف والبيت لكن قويت قلبه وقمت فتحت الباب لقيت كل شي على وضعيته رجعت للغرفة وعفت الباب مفتوحة اريد اشوف اذا كان اكو احد لو لا وكل ساعة باوع على الباب لكن ما موجود اي حد لكن الاصوات موجودة داخل البيت وبهذا اليوم ما نعست نهائيا من الخوف وما قدرت اغمض وظليت باوع على الباب لان احس اكو شخص كان يباوع علي ويروح وقلت هاي مجرد هلاوس وما موجود اي شي وياي بالبيت ثاني وحتى الجن ما موجودين يجوز قال اللي جاي احرق وما قدري وهنا صارت حالتي النفسية صفر شنت ما اصلي ومن الخوف قلت راح اقوم اصلي منها وهيج خلي اروح للحمام واتوضى دخلت للحمام وتوضيت ولما انطلعت شنت عطشان قلت راح اروح للمطبخ اشرب مي وبعدها ارجع اصلي دخلت للمطبخ وتفاجئت شفت وحدة واقفة بالمطبخ مرى قدامي لكن كانت منطيتني ظهرها شان شعرها جدا طويت تقيبا واصل للارض وهو هذا الشي اللي خلاني ارتعب وشعر جسمي كله يوقف جمدت من الخوف وظليت واقف على وقفتي حجت وياها بصوت جدا خشن شعر اتمنطيتني ظهرها قلت لي انت بهذا المكان اذا تريد تعيش بسلام وظل مستمر بالبيت اكو شروط لازم تسويهن يومية غير هذا الشي ما راح تقدر تظل بالبيت دقائق مستعدين نشعل البيت ونحرق عليك صلاة ما تصلي بالبيت قرآن ما تشغل بالبيت والباب ما للحمام لازم تعوفها مفتوحة ومسدها نهائيا وما تجيب اشخاص للبيت نهائيا مثل هذا اللي جبته اللي قام يرش بالبيت ملح واشياء على اساس يطلعنا من هذا المكان وهي كانت تتكلم وياي وقول هذا اللي جاي يصير وياي هو كل خيال او احتمال بحلم وشوية واقعد كانت تحجو بس واقف افترت علي وكانت هنا الصدمة ملامح وجهها جدا غريبة اول مرة اشوف هي تشكل كانت بشرتها سامرة داكنة قلتلي اسمع اسمي برقان ملكة من ملوك الجان وقلتلي هذا البيت بي قبيلة من الجن ولا تتجاوز علينا نهائيا واللي قتلك عليهم سويهم يوميا بعدها انغم علي وسقطيت على الارض لما نصحت لقيت نفسي على السرير وهنا عشت بوهم هل هذا الشي شفته ولا ما شفته ظليت تقريبا ثلاث ايام سويت كل شي ما شغرت قرآن ولا صلت واصلا انا ما اصلي تركت كل شي وهنا البيت صار هدوء ولكنه اكو احد موجود بي اخذ السبع تيام خايف من البيت لكن اي احداث ما موجودة لا اسمع اصوات ولا اسمع اي شي وباحد الليالي واني نايم سمعت واحد بنص البيت ينادي بصوت ويصيح برقان برقان مرت هين وثلاثة كان الكلام واضح ومرعب قعدت من النوم وظليت ساكن بمكاني خايف اقوم اروح اشوف من اللي موجود بالبيت بسم الله اللي يسد اللابتوب اوضب كلمات الله الطمات من شرم وخلق اللابتوب انسدت واحد المهم معلن حتى القصة تيهتها وين وصالت تيهت احداث القصة ما عرف اللابتوب انسد واحد حتى هو ما المهم يعني المهم معلن فخلي كمل القصة وسمعت صوت اينادي برقان برقان مرتين وثلاثة كان الصوت واضح جدا اللي صار بعدها قمت بالبيت افترأت ما لقيت اي شخص وانا راجع بطريقي انتبهت بالصالة كأنه اكو شخص موجود لما انفتعت الضوم على الصالة لقيت قطة اسود شبير جدا موجود نايم على احد الكنبات وحجمه جدا شبير وانا شنت من عشاق القطط وكان نايم وغفيان واول ما دخلت للصالة قعد وظلي باوع علي بنظرات غريبة تقربت يم واول ما تقربت بديت امسح على جسمه بعدها قام يطلع صوت علي وعبالك انه يحذرني لتلزمني تركت ومشيت قلت منين طب هذا القط للبيت وشكله جدا حلو وشعره ناعم ورجعت للغرفة ماتي ونمت وقعد الثاني يوم الصبح وبدأت اطلع للعمل ماتي وارجع للبيت وبدأت تستمر عندي الاحداث الغريبة صوت ماشي اصوات مع الناس يتكلمون لكن شنت معير اهمية للموضوع استمرت اشهر عديدة وانا على هذا الحال اللي صار بعدها طلعت احد الايام للشغل ماتي والصبح صادفت الشخص الروحاني اللي انا جبته للبيت مو شخص الاول الشيخ لا الشخص الثاني الروحاني فسألني على وضعية البيت قلت للبيت كذا وكذا وكذا سولفت على كل شي قل لي انصحك نصيحة البيت ماتك مسكون بالجن تروي الذوك وانت هسه ما جاي الصلي وما تذكر الله بالبيت انت فكر انه بعد شمي يوم تتزوج واذا تزوجت زوجت اكيد الصلي وانت لازم تصلي لان نهايتك انت مسلم ففكرت بكلامه زيان وقلت انا ليش ما اروح اشغل القرآن بالبيت وتركت ومشيت وظلت افكر بالموضوع اذا شغرت قرآن رح يطلعون رح يضلون بعدين قلت لا القرآن رح يطردهم من البيت ورجعت بهاي الليلة مقرر انه اشغل القرآن بالبيت والصدق شغلت القرآن بالتلفزيون وبالتلفون يعني خلقت بأحد الغرف عفت القرآن مشتغل ورحت جب التلفوني وقعدت بالغرفة والقرآن كان مشتغل بالصال بصوت جدا عالي بديت اقلب بالتلفون والوضعية طبيعية وبعدها سديت التلفون ذبيت على الطاولة ونمت ولما نمت كان القرآن بصوت عالي وشوية شوية على صوت القرآن وفيت ولما نغفيت ما صحت إلا على ريح الدخان قوية بالبيت مطبيعية لما انفتحت عيوني لقيت البيت متعبي بالدخان والكهرباء طافية بالبيت وبديت الفترة كانت تنقطع عدنا الكهرباء فترات وعرفت ان الكهرباء مقطعت وطفل القرآن بالبيت لما نقمت أريد أشوف كل شي بالبيت كان محترك يعني الأثاث البردات شك وشي موجود بالبيت احترك جدا ارتعبت وخفت الجية تتقدم يعني أريد أمشي كل شي محترك كان بوقتها وحتى أخاف أدوس على الأشياء الموجودة أخاف رجلي تحترق من عدن وكان يعني الحريق مو مثلا حريق قوي الحريق كأنه شي محترك وطافي يعني البيت مثل اللي صار من جو تقدرون تقولون خراب أو حطام وأنا جاي تمشي بالممر باوعت على المطبخ لقيت نفس المرة واقفة بالمطبخ وكانت تبحك بصوت عالي منها ده عفت البيت وطلعت شغلت سيارتي ورحت على عمي لما رحت سولفت على كل شي قال لي خلص باتر روح نشوف البيت ورحنا للبيت مرة ثانية وشاف شون محترك والبيت إلى يومنا هذا كل ما يعادلونه ويصبغو تجي ناس تقعد بي بس يشغلون بي قرآن أو يجيبون يعني بي ذكر رب العالمين وراه مثلا يطفون الأشياء وروحوا ينامون يصير بي نفس الحريق المفاجئ لا قدرت أنا يقعد بي ولا قدروا مؤجرين يقعدون بي والمنطقة كلها تعرف بي مسكون ولحد هاي اللحظة ما مباع ولا تأجر وأنا تركته وظليت قاعد ويا عمي فترة جدا طويلة ولحد الآن ما جاي يمباع البيت ولهنان وتنتهي قصتي لليوم إذا عجبتكم ادعموني بلايك اشتركوا لي بالقناة وفعلوا لي زر الجرس على متوصلكم فيديوهاتي أول بأول